حسناً أخبرنا قصة حياتك وكيف بحثت عن الإسلام حتى توصلت إلى قرار اعتناقه لقد ولدت في بيت كاثوليكي وكانت نشأتي في قلب أسرة مسيحية متدينة وكنت معتاداً على الذهاب إلى الكنيسة في يوم الأحد من كل أسبوع وكنت أواضب على الصلاة يومياً في الصباح والمساء كما كنت معتاداً على قراءة الإنجيل بشكل يومي لكن لاحقاً بدأ عقلي يزدحم بالعديد من الأسئلة العميقة التي تخص الدين والعقيدة والذات الإلهية ولم أجد لأي منها إجابات شافية فعلى سبيل المثال لم أجد خلال بحث الطويل أي مقولة منسوبة لسيد المسيح يقول فيها أنه هو الإله أو يقول أنه سيموت من أجل أن يطهرنا من الخطايا كما يقولون لنا في الكنيسة في هذا الوقت كنت في الثامنة عشر من عمري وكنت أحظى بحياة تقليدية كما يحياها أي مراهق أمريكي كنت أسعى وراء رغبات الداخلية وملذات شخصية وكنت أقوم بالخطايا ولم يكن منطقيا بالنسبة لي كيف أن الإله قد مات من أجل التكفير عن خطاياي لم يكن هذا منطقيا ومع أني كنت مسيحيا إلا أنني كنت أشعر من داخلي أن هناك إله واحد لا شرك له كنت أحاول مناقشة هذا الأمر مع جدي أو جدتي أو باقي أفراد أسرتي لكن أحدا منهم لم يفهم ما كنت أعنيه كنت أناجي ربي من داخلي وأدعوه أن يهديني إلى سواء السبيل وأن يجعلني أرى الطريق إليه واضحة وقد كان في هذه الفترة لدي العديد من الأصدقاء وكنا نذهب إلى الكنيسة وكان لدي من الأموال الكثير كان لدي بيت أملكه لكن لم أشعر بالسعادة قط لم أنعم بالهدوء الداخلي أو السلام النفسي في قلبي لاحقا بدأت بالتعرف التدريجي على الإسلام عبر عدد من الأصدقاء الذين تحدثوا معي عن الإسلام والذي بدأت في البحث العميق فيه حتى اقتنعت أنه هو الدين الحق وأنه من لدن رب العالمين وأنا الآن أحمد الله تعالى أن هداني إلى دينه الحنيف لا توجد نعمة أهم من أن تتعرف على الخالق سبحانه وتعالى وهو ما ينبغي علينا جميعا أن نفعله وأنا لا أعلم كيف يعبد البعض السيد المسيح أو غيره أنا أحب سيدنا عيسى عليه السلام فهو من أعظم الأنبياء لكنه في النهاية مخلوق وليس إله وعلينا أن نتوجه إلى الخالق مباشرة بدلا من التقرب إلى المخلوق السيد المسيح نفسه كان يعبد الله تعالى كذلك باقي الأنبياء والرسل مثل سيدنا آدم سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وباقي الأنبياء فهم جميعا عبد الله تعالى لأنه الخالق وهو نفسه الإله الذي نعبده نحن المسلمون فحينما كان سيدنا عيسى يمشي في الصحراء وجاء له الشيطان محاولا إغواءه هل هذا منطقي؟ كيف يقوم الشيطان بمحاولة إغواء الإله؟ وهل يقوم الإله بالمشي في الصحراء؟ كل هذا يؤكد أن السيد المسيح هو مخلوق وليس إله نفس الأمر مع سيدنا موسى والذي قام باتباع أوامر الخالق عز وجل وهي ذاتها الأوامر التي جاءت لنا كمسلمين حسناً هل أحسست بتغير ما بعد أن صرت مسلمة؟ هناك حتماً التغير الداخلي لكن من الخارج أنا لازلت كما أنا مواطن أمريكي من تكساس أحب صيد الأسماك والقهوة لكن من الداخل تغيرت كثيراً وصرت شخصاً مختلفاً والأهم أنني صرت أنعم بالهدوء الشديد والسلام النفسي العميق والحمد لله رب العالمين